سلامة ومرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة وبنينة وسهلة اليوم باش نعملوا خبز القمح خبز القمح اللي يظهر لهم برش عبيدي اللي هو حاجة صعيبة وما نجموهاش اما هي صدقوني وصفة هذي سهلة وبنينة بنينة بنينة على الاخر تابعوني وتتشوفوا قديشها سهلة وتجربوها وتفكروني ايه لاخذينا اا اكثر شوية مرتل قمح مرحي انا شريته هك هيك قمح مرحي من جيدة حسين ما لعملت قمح ولا رحيت لحتها شريته حاضر هك هيك حتيت هيك مغرفة السكر ومغرفة متع ميك لا اقل شوية السكر ومغرفة متع قهوة ملح وباكو خميرة هذي كفورية مشو نحطوها من بعض وعننا شوية مي دافي زع ساعة شوية زيت بشي جينا نبسس وبنين كاس اا متع قهوة ولا متع تاي هكا شوية زيت نباتي ولي حبس زيتونة وذكا مي دافي نحلو بيه الخميرة والسكر في الوسط هكيك نخدموها شوية لخميرة بشي يتلعنا الخبز وجينا بنين ونبعدي كنلمو نلمو العجينة لكل ويدينة بشوية نعجنوها بشوية بشوية ونلموها قد ما تعجن الخبز قد ما يجيك بنين وهشوش قد ما تعجنو وتعرقو بالجداء بالجداء قد ما يجيك بنين وهشوش انا ما عديش مكينة نعجن بيدي على ذكا ناخو وقت اكثر اللي عندو مكينة وكاسهل له نزيد الماء بشوية بشوية ونقعد اللمف نقعد اللمف الفارينة متى القمح كيكا بشوية بشوية ومش صيبرة وعجنين والقمح ستكون ياسهل مسميد يمكن معنية يتقوى شوية وتعجنو كيف الفارينة هكيكا نعجنو مليح اللمو نعجن عالكل انا نعجن في الصحفة الكبيرة هيك انتم ما كيتحوطو فقرخامة اسهل لكم انا على الكاميرا وعلى الذاو نعجن في فست هيكي اما انتم ما كيتحوطوها فقرخامة وتعجن بالجداء بالجداء جيك هاي لا هيكيكا نقعد نقعد نعجن بارشا بالجداء 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 ستقول اذا تتبعوا معي وصفات الخبز متاعي اللي كلهم ما شاء الله اللي كلهم نشحين وشاهيوا وذي خبز القمح ينجح يصير في رمضان باكد رطيل هكا في النهار خاطر احنا ما نستاهل كوش برشا خبز نشريه برشا ما ما نستاهل كوش برشا في رمضان على ذاكا واحد رطيل القمح يعجن هكا خوشوية خبزات يجيو كربع خبزات كصغيرين خمسة تحط مع التاولة حاجة صحية وبنينة ودياري خيرك من خبز الشارع الخبز القمح المخلطينه بالف حاجة وحاجة وشطره فارينة موش نتقامح أو كنتعلموا من بعضنا ومن بعضنا هكيي كنت شعلا تستفادوا وانتم كما قطيكم دي ما حطوا لي طريقتكم ووسفتكم في الخبز وفي الكيفش تعملو خبز القمح مش نتعلم منكم هيكي كنتقعد تتتتات تعجن بالجداء بالجداء أو كما تنسي واشتبعوني على باج فيسبوك وعال جروب وعلى استقراء. تلقاوها تلقاو الليانات متاحهم في خانة الوصف. شجعوني شجعوني بش نشايخكم بالوصفات. اكاو خلينيها ارتحت. اكثر من نص ساعة وبعد قسمته مع كيكة بزيت وزيت خليهم يرتاحوا هكيكة. ونقعد كل مرة نحل خبزة. نحل خبزة بيدي. نحل كل مرة نيخو هكا كعبورة ونحلها بيدي بشوية. ونحطها في التباق ترتاح زيت تقع تخمر شوية ترتاح. وثم احطوا اللي يحب لفح متاع الخبز يحط لفح متاع الخبز بشي فواحة. انا حتيت شوية بفح متاع الخبز وحتيت تشوفين من فوق من بعد قبل ما تطيب. معنيها تريقلوها تجي مدورة وكل يحب بالقلقاء اللي يعمل بالقلقاء. لان حليدها بيدي هكيكة. خبزة مدورة سمحة نحطها على الشيء لترتاح. ترتاح اكثر ما حكيت نصيف ساعة قل شوي وبعد نحطها في الفقر. اوكا حتينا شوي وفي حمتاع خبز. وبعد ننزلو بيدينا عشيرتين. وجلجلان وحبة حليوة وبس بازها وكان. نخلط انا شاريتو هكيكة. وزيت شوية شوفان انا من فوق كيف نقط لكم. عملتي دي بشوية شوية ماء. هكيكة بشوية ماء. وباش نحط فوق هشوفان باش يلسق. هكيكة. وبعد نحطوا الغبيزة في الطبق اللي باش ندخلوه للفور ونخليوها ترتاح. ونحضروا خبزات الاخرين. هكيكة ونحط شوفوها كيف شطرية شفتوها. نحطوها في الطبق ونحضروا خبزة اللي مبعض. هنا تبقي هز خبزتين. هيكة ونحضروا الخبزات يكل بالطريقة هذيكة. وكل مرة نحلو زوز ونحطوهم مزيد يرتاحوا. اه يرتاحوا يرتاحوا شوي قبل ما ندخلوهم للكوشة. الكوشة متعنا سخونة. نحطوها على ميتين درجة. ونحطو خبز نيتيب كتشوفوه حمار وتحسوه التعب وقدر تخرجوه تاكلو باش فاول غناء. وكيكة كيف كيف هذي هذي زي دا عملت لها كيف لغرة دورتها بأيدي. كل عجنتها وبعد عملت لها شوية شوية حليب هذي مش ما. بشي شوية حليب بش يشد الشوفان مفوق. وحطي نافض باق. تاو كاو كاو كا الخبز بتاعنا احذر شوفو بسم الله مشاء الله محلي ريح توفاوحة في الدار بنيني 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 على اللخر. ومعه معه شوية سلطة شوية اكا شوفوه كيفاش كيفاش ومحليه. صدقوني بنيني على اللخر ينجح مع الكبارة مع الصغار مع النسو الكل مع النسو الكل مع النسو الكل. ان شاء الله تعجبكم وصفة اليوم وان شاء الله تجربوها. وتاكلوا بش فيه ولهناء بسلامة. اشتركوا في القناة